حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن حفصة عن رباب الضبية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإن الماء طهور قال هشام وحدثني عاصم الأحول أن حفصة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حان يحي بن سعيد عن هشامين قال حدثتني حفصة عن سلمان بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى قال وسمعته يقول صدقتك على المسكين صدقة وعلذي القرب الرحيم ثمتني صدقة وصلة حثنا محمد بن أبي عادي عن أبن عوين عن حفصة بنت سيرينة عن الرباب أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي القرب الرحيم ثمتني صدقة وصلة حثنا سفيان بن عوينة عن عاصمين عن حفصة عن الرباب أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وقال مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم إثنتان صلة وصدقة حنى سفيان بن عوينة عن عاصمين عن حفصة عن الرباب أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور حفنا هشيم حدثنا يونس عن أبن سرينا عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة أريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى حفنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد تمر فليفطر على ماء فإنه له طهور حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشيم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور قال مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحيم إثنتان صلة وصدقة حفنا محمد بن جعفر وابن نمير قال حدثنا هشام ويزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى حفنا عفان حدثنا حمد يعني ابن سلمة قال أخبرنا أيوب وحبيب ويونس وقتادته عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى حفنا أبو معاوي تحدثنا عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد تمر فليفطر على ماء فإنه له طهور حنا يونس قال ثنا حمد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر لم يذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم وهشام عن محمد عن سلمان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى حدثنا يونس حدثنا حمد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الرائح بنت سليع عن سلمان بن عامر الضبي قال 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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحيم اثنتان صدقة وصلة حثن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عو وسعيد عن محمد بن سيرينة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فاهريق عنه الدم وأميت عنه الأذى قال وكان ابن سيرينة يقول إن لم يكن إماطة الأذى حلق الرأسي فلا أدري ما هو حثن عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرينة عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهريق عنه الدم وأميت عنه الأذى حثن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين عن حفصة عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد تمرا فليفطر عليه فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء فإن الماء طهور فإن الماء طهور